اهلا بكم بضعة ايام تفصلنا عن مناسبة يوم الاسير الفلسطيني حيث تجرى الاستعدادات لاحياء هذه المناسبة الوطنية الحكوكية من خلال سلسلة من الفعليات اطلقتها المؤسسات التي تعنى بقضية الاسرة بالتزامن مع اطلاق الحملة الوطنية لدعم ترشيح الاسير القائد مروان البرغوثي للحصول على جائزة نوبي القضيتان المتلازمتان ستكونان موضوع النقاش والحوار مع ضيفنا في هذه الحلقة من فلسطين هذا الاسبوع لكن البداية مع العناوين اعلانوا برنامج يوم الاسير الفلسطيني بالتزامن مع اطلاق الحملة الوطنية لدعم ترشيح البرغوثي للحصول على جائزة نوبي في تقرير لهيومان رايتس ووتش انتهاكات مستمرة لحقوق المعتقلين الفلسطينيين الاطفال تشكيل لجنة وطنية متخصصة بتلقي شكاوى متضرري انتهاكات حقوق الانسان في فلسطين فرق فنية محلية وعالمية تواصل تقديم عروضها في مهرجان رامالله للرقص المعاصر شاباني من قطاع غزة ينتجاني الالوان بمزج المكونات الاساسية للصبغات الى تقريرنا الاول تجري المؤسسات التي تعنى بقضية المعتقلين الفلسطينيين استعداداتها لاطلاق فعاليات يوم الاسير الفلسطيني حيث تتزامن هذه الفعاليات مع اطلاق الحملة الوطنية لدعم ترشيح المناضل القائد مروان البرغوثي لنيل جائزة نوبي قال رئيس هيئة شؤون الاسرة والمحررين عيسى قراقع ان العامين الاخيرين هما الاصعب في ممارسات القمع والتنكيل بالاسرة وفي مسلسل استهداف الانجازات التي حققتها الحركة الاسيرة وفي ظل اتساع نطاق الاعتقالات الفردية والجماعية في الشهور الاخيرة بخاصة اعتقال الاطفال ومن هنا جاءت دعوة المؤسسات التي تعنى بقضية المعتقلين لاحياء مناسبة يوم الاسير لهذا العام باوسع حملة تضامن شعبي في كل ساحات التواجد الفلسطينية بهدف لفت انظار العالم حكومات وشعوب ومؤسسات حقوقية وانسانية لهذه القضية وفي سياق متصل وفي اطار احياء يوم الاسير اعلنت هيئة شؤون الاسرة والمجلس التشجيعي ونادي الاسير وعدد من المؤسسات الحقوقية الفلسطينية اطلاق حملة وطنية لدعم وترشيح الاسير مروان البرغوثي لجائزة نوبل وفي الاطار ذاته قالت الدكتورة ليلى غنام محافظ محافظة رامالله والبيرة ان لترشيح البرغوثي عديد من المغازي والدلالات السياسية والحقوقية والاخلاقية وهي تشكل دعما لقضية الاسرى الفلسطينيين مفادها ان تنبه لهذه القضية الوطنية والانسانية يذكر ان اتصالات فلسطينية قد بدأت معدد من الحاصلين على جائزة نوبل بغية استقطاب التأييد والدعم لترشيح البرغوثي ومعلوم ان نيل هذه الجائزة الدولية الرفيعة يخضع لكثير من المعايير والتجاذبات والمصالح الدولية وموازين القوى الا ان مجرد ترشيح مناضل فلسطيني هو بحد ذاته يساوي الحصول عليها بالمقاييس السياسية والحقوقية والاخلاقية للتعليق والتحليل معنا في الستوديو مدير عام نادي الاسير الفلسطيني الاستاذ عبدالعال العلاني اهلا بك تحياتي لك ولجميع المشاهدين الكرام وتحية خاصة لأسرانا واسيراتنا القابعين في السجون الاحتلال استاذ عبدالعال يوم الاسير يعني هو يوم وطني بامتياز بالنسبة الى الفلسطينيين في كل ساحات تواجدهم ما الجديد في فعليات هذا العام يعني حقيقة بان الاحتلال وكونه استهدف كل ابناء الشعب الفلسطيني بتكريس سياسة الاعتقالات اليومية كما نشهد هناك ارتفاع ملحوظ في العدد الاجمالي للمعتقلين داخل سجون الاحتلال وكذلك الامر هناك سياسات وتشريعات جديدة عنصرية شرعتها الحكومة الاسرائيلية بهدف الاستفراد بأسران العزل داخل سجون الاحتلال العديد من التشريعات التي اطلقتها حكومة الاحتلال هذا يدفعنا بالمقابل ومن خلال مواجهة هذه التحديات يدفع باتجاه اعادة الاعتبار لقضية الاسراء كقضية تحتل ذات اولوية وطنية في مصاف كل القضايا كل الهم الفلسطيني العام فقضية الاسراء الكل يدرك بانه لا يكاد بيت فلسطيني يخلو من حالة اعتقال او اكثر وسيما في هذا الوقت بالذات هناك استهداف ايضا لاعتقال الاطفال الفلسطينيين هناك ظاهرة ملحوظة بانه هناك قصد اسرائيلي باستمرار قضية اعتقال الاطفال الفلسطينيين في كل المحافظات ولكن محافظة القدس تحتل العدد الاكبر حصة الاسد من هذه الاعتقالات تستهدف اطفال القدس حتى ان هذه الفعاليات لهذا العام سوف تسلط الضوء على قضية الانتهاكات وما يتعرض له الاطفال في مراحل الاعتقال يعني في بعض حقيقي يعني واضح يعني سيكون ايقاد الشعلة من مساء يوم 16 السادس عشر من ابريل في منطقة محاذية يعني من اراضي القدس ولكن ليس في داخل الاسوار وانما في اراضي العزرية لتعذر الوصول طبعا نعم اكيد وستكون يعني ايقاد الشعلة ايذانا بانطلاق كل الفعاليات ايضا التي اشير لها من خلال اطلاق الحملة الوطنية لدعم ترشيح القائد مروان البرغوثي لنيل جائزة نوبل للسلام على ذكر يعني الحملة الوطنية لدعم المناضل القائد مروان البرغوثي اطلقت الحملة بمشاركة عدد من المؤسسات التي تعنى بقضية المعتقلين ما هي ابرز الفعاليات التي ستكون بها هذه الحملة يعني بداية عندما نقول ان القائد مروان البرغوثي يتم ترشيحه لنيل هذه الجائزة هذه رسالة يعني بليغة بكل المضامين لها دلالات عديدة اهمها ان الاسير مروان البرغوثي الذي دفع قرابة 14 عام من عمره كقائد وطني فلسطيني داخل سجون الاحتلال وما زال وصمه الاحتلال بانه يمثل رمز للارهاب الفلسطيني وهذه رسالة اثرت ربما في وقت سابق في هذا الرأي العام نحن من خلال هذا الترشيح نضحض رسالة الاحتلال واعلامه الموجه ونثبت للقاصي والداني بان مروان البرغوثي وكل زملائه الاسرى من كل التنظيمات هم اصحاب قضية عادلة بمعنى القضية تتحول الى قضية اممية نعم اكيد هو قائد اممي هناك العديد من الرواية الاسرائيلية لم اصبحت ضليل الاحتلال لا تنطلي على احد هناك جهود بذلت على هذا الصعيد وهناك دول اعطت المواطنة والجنسية للاخ مروان البرغوثي وهذا الدليل على ان جزء مثل فرنسا فرنسا العديد من المدن الفرنسية اعطت المواطنة وهذا شرف كبير وهذا الانجاز لم يكن يتحقق لو لا انهم يدركون حقيقة تطلعات وامال وطموحات الاسير مروان البرغوثي سواء قبل اعتقاله او اثناء وجوده داخل السجن فهو صاحب موقف صاحب رسالة سياسية ودائما كان يدفع اصلا ثمن هذه الكلمة الحرة التي يطلقها مروان البرغوثي عندما كان يثير حفظة الاحتلال ويمنعه من لقاء المحامي ويضعونه في زنازين العزل الانفرادي فانا اقول بان هذه الحملة لا يجب ان تكون فقط على المستوى الفلسطيني المحلي بل يجب على كل الاحرار الشرفاء من عمقنا العربي والاسلامي وجامعة الدول العربية وايضا دائرة الاصدقاء في البرلمان الاوروبي اكيد العناوين موجودة وهناك ارضية خاصة لتبني هذا الترشيح حتى ان يصبح حقيقة ونحن يعني مؤمنين تماما بانه حتى لو لم ينال هذا العام يعني جائزة نوبل انما مبدأ الترشيح مجرد ان يكون مرشح لنيل هذه الجائزة فممكن ان يحصدها في العام المقبل وبالتالي انا اعتبر انجاز وطني فلسطيني بانجاز في التكرير ان مجرد الترشيح يساوي الحصول على الجائزة نعم صحيح بكل ما تحمل هذه الرسالة كما ذكرت من مضامين ذات ابعاد انسانية وطنية ننقل من خلال الاخ مروان البرغوثي معاناة الاف الاسرة نضحط رواية الاحتلال وكل التشويه الذي حاول الاحتلال جاهدا تسويقه على هذا العالم الذي لا يعرف حقيقة الامور وان هؤلاء هم اصرى حرية وفعلا دفعوا هذا الثمن من رحيق اعمارهم في داخل السجون ثمنا لتحرير فلسطين للدفاع عن المقدسات لمواجهة الاستيطان وبالتالي كل من يناهد سياسات الاحتلال يدفع الثمن وهؤلاء هم طليعة ابناء الشعب الفلسطيني وهم بكل ما تحمل الكلمة من معنى أسرى الحرية وهذه الرسالة رسالة أسرى الحرية ستصل إلى كل المحافل بإذن الله من خلال ترشيح الأخمر وان البرغوث نعم ونبقى أخي عبد العال في موضوع المعتقلين في تقرير الأخير أكدت منظمة هيومان رايتس استنادا إلى شهادات معتقلين أطفال أن الانتهاكات بحقهم مستمرة وتأخذ أشكالا مختلفة الإساءة للأطفال المعتقلين في سجون الاحتلال وانتهاك حقوقهم الأساسية كان العنوان الأبرز لتقرير نشرته مرضمة هيومان رايتس ووتش التقرير الذي يسلط الضوء على شهادات حية لأطفال تعرضوا لانتهاكات وتعذيب وسوء معاملة يظهر أيضا أن قوات الاحتلال لجأت إلى استخدام القوة الغير ضرورية حسب تعبير المرضمة إضافة إلى الاحتجاز في أوضاع غير آمنة 95% من الأطفال الذين يتم اعتقالهم يتعرضون للتعذيب والتنكيل طبعا إضافة للانتهاكات أخرى أشر لها تقرير هيومان رايتس ووتش وهي أيضا موثقة لدينا وتعتقل إسرائيل في سجونها أكثر من 450 طفلا تحت سن الثامنة عشر بينهم الطفل أحمد مناصر الذي أصيب برصاص الاحتلال بزعم محاولته تنفيذ عملية الطعن وتركه ينزف دون تقديم الإسعافات اللازمة له وصولا إلى تعرضه لمعاملة قاسية أثناء التحقيق إلى جانب اعتقال 13 أسيرة من الأطفال أصغرهم الأسيرة ديم الواوي التي تبلغ من العمر 12 عاما كل الأطفال الفلسطينيين تقريبا اللي بتم اعتقالهم والتحقيق معهم من قبل الجيش الإسرائيلي بتعرضوا لأشكال مختلفة من إساءة المعاملة والتعذيب المهم في الموضوع أنه هذا التقرير بصدر عن مؤسسة دولية فمن هون يعني إسرائيل ما بيكون فيه هناك إمكانية أنه تطعن بمصداقية هذا التقرير يعني بالتأكيد أسريب التعذيب وإساءة المعاملة بتم استخدامها ضد الأطفال الفلسطينيين بيكون فيها تأثيرات نفسية ممكن هذه التأثيرات تكون قريبة أو بعيدة المدى وهذا ما يشير إلى كل أهالي الأطفال اللي إحنا منلتق معهم من قبلهم بحيث أنه يذكروا أن هذا الطفل غير الطفل قبل ما يتم اعتقاله ويأتي تقرير هون ووتش وسط ارتفاع ملحوظ لحالات الاعتقال منذ تشرين الثاني في ظل الهبة الشعبية حيث اعتقل الاحتلال أكثر من 1500 طفل وبالنظر إلى القوانين والمواثيك الدولية فإن العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية والتي صادقت إسرائيل عليه عام 1991 فإن المادة الرابعة عشر تنص على أن تأخذ إجراءات المحاكم في الحسبان عمر المدعي عليهم وعدم إقراه الأطفال على الاعتراف بالذنب وهو ما تقوم إسرائيل بعكسه في حالات الاعتقال المستمرة أكثر من 450 طفلا موجودون ومعتقلون في سجون الاحتلال لكن هناك آلاف الصور ومشاهر التنكيل والقمع والتعذيب ما زالت موجودة عند هؤلاء الأطفال وغيرهم ممن جربوا تجربة الأسر من الاحتلال جهد قاسم تلفزيو الوطن مدينة رامالله ما تفضلت به في تعليقك على التقرير الأول عندما قلت أن موضوع الانتهاكات بحق الأسر الأطفال سيكون محور نشاطات يوم الأسير الفلسطين يعني عندما تكون منظمة دولية معروفة بتوثيق هذه الانتهاكات وأنتم في نادي الأسير وبقية المؤسسات الأخرى توثكون هذه الانتهاكات هذا التوثيق الذي تقومون به إلى أي جهة دولية يتم إرساله يعني حقيقة أن منظمة هيومن رايتس عندما تصدر هذا التقرير لم يأتي من فراغ يعني ليس لديها طاقم من المحامين والتي ترصد هذه الانتهاكات اليومية التي تحصل سواء في مراكز التوقيف أو التحقيق أو في داخل السجون وإنما من جهد هذه المؤسسات هيئة شون الأسرة نادي الأسير مؤسسة الحق الضمير كل المؤسسات الحقوقية والإنسانية العاملة في فلسطين تصدر بيانات بناء على معلومات مؤكدة ومشفوعة بالقسم نحصل عليها من مصادرها مباشرة ومن خلال محامين وبالتالي نحن في جعبتنا العديد من الروايات وقصص المعاناة التي تعرض لها الأطفال على وجه الخصوص في داخل سجون الاحتلال يعني قضية التعذيب أخذ أشكال متعددة وأخذ تصعيد إسرائيلي غير مسبوق عندما نقول أن اليوم هناك 450 طفل هذه العدد ليس بقليل إنما هناك أكثر من هذا العدد دخلوا إلى السجون وتم الإطلاق صراحهم والمعاناة تستمر معهم هم وزعين على سجني مجدو وعوفر حاليا إنما ما يتعرض له الأطفال منذ اللحظة الأولى للاعتقال يتعرضوا للضرب المبرح بطريقة همجية على يد جنود الاحتلال يدخل إلى منشأة الاستجواب والتحقيق يعامل كما عمل الأسير الطفل أحمد مناصرة ربما هذا التقرير صدر بطريقة أو بأخرى أوحى كم يحصل يوميا من خلال استجواب الأطفال استخدام سياسة الترهيب والعنف مع هؤلاء الأطفال لانتزاع الاعترافات وتوقيعهم على إفادات باللغة العبرية حتى تكون الأمور مسهلة أمام جهاز القضاء في إسرائيل لفبركة وصياغة لوائح اتهام بحق هؤلاء الأطفال لوحظة مؤخرا أن مجرد حساب الفيسبوك ومواقع التواصل الاجتماعي أصبحت تهمة توجه للأطفال وتهمة التحريض والملفت أيضا بأن العديد من هؤلاء الأطفال تم تحولهم إلى الاعتقال الإداري ليس بتوجيه لوائح اتهام وبالتالي أنا أقول أن الطفل الفلسطيني يدفع ثمن نتيجة مضي إسرائيل في هذه التشريعات وأوعزت لأجهزتها الأمنية والعسكرية بملاحقة الأطفال الفلسطينيين هناك هم في دائرة الاستهداف هذا يدفعنا بالاتجاه المعاكس أن نصلت الضوء على هذه القضية نعمل على تعريت هذا الاحتلال لماذا التركيز على الأطفال بشكل متصاعد في هذه الفترة؟ يعني الطفل هو عصب الأسرة الفلسطينية عندما يكون في مرحلة التوجيه على سبيل المثال هذا الشاب يكون طموح عائلته ككل فإسرائيل عندما تستهدف اعتقال الأطفال طلاب المدارس ومنهم على مقاعد الدراسة الثانوية هي تريد ضرب عصب الأسرة الفلسطينية يعني هناك رسالة أيضا ليدفع ثمن ذلك جميع أفراد الأسرة الأب والأم والأخوة والأخوات وبالتالي عندما ينقطع عن مسيرته التعليمية هذا يسبب جرح كبير للعائلة وبالتالي وألم كبير وبالتالي يحاولوا توجيه ضربة معنوية بأنه هكذا تدفعون ثمنا نتيجة أي تحرك أي كلمة ممكن أن تقال أي تعليق حتى لو على مستوى الفيسبوك يعتبر مخالف لقوانين إسرائيل وبالتالي يزج بهم بدون سبب داخل سجون الاحتلال أنا أقول بأنه أيضا الاحتلال أطلق الرصاص يعني عندما اعتقل العديد من الأطفال والطفلات على حد سواء أطلق الرصاص من سافت سفر يعني كان بإمكانه اعتقاله بدون إطلاق الرصاص وأصبحوا جرحة بلغت القائمة حوالي خمسين منهم من تعرضوا من الأسيرات حوالي خمس عشرة وصيبوا بالرصاص الحي منهم أربع قاصرات هذا دليل على العنف الغير مشروع ولا بأي قانون من القوانين إسرائيل التي تدعي الديمقراطية وحقوق الإنسان ووقعت على اتفاقية حقوق الطفل هي تعربد على كل العالم وهي تعتبر نفسها دولة فوق القانون الإنساني الدولي وبالتالي إذا لم يكن هناك تحرك أنا أقول بداية ودائما أؤكد أن التحرك الفلسطيني هو أساس ولكن يمكن أن تبنى على الجهود التي يبذلها الجانب الفلسطيني صاحب القضية أن يكون هناك نوع من التدويل لإشراك كل أصدقائنا تشكيل لوبي ضاغط من قبل الدول الصديقة مؤسسات حقوق الإنسان الدولية وكما ذكر هناك مؤسسات كبيت سيلم أيضا مؤسسات إسرائيلية أدانت تصرفات الاحتلال فنحن في جعبتنا العديد من الملفات الرابحة التي تديني الاحتلال فعلينا فقط أن نتحرك نفعلها ونشغلها وأكثر من أي وقت مضى بعد الاعتراف بفلسطين دولة مراقبة في الأمم المتحدة لم تعد هناك أي حجة للتلكؤ في استمرار أو الإسراع في رفع قضايا على الاحتلال وأن تكون هذه لب القضية ما يتعرض له أسران الأطفال الأسيرات الأسرى المرضى المتركين فريسة للموت من ضمن سياسة الإهمال الطب المتعمد قضية إطلاق الرصاص يعني العديد استشهدوا ومن حلفهم الحظ وأصبحوا جرحا هم أصبحوا الآن يعانوا يعني أود بس أن أشير الدكتور بقضية بأن الأسير عندما يعتقل ويصاب ويتعرض للرصاص ينقل إلى المشفى تجرى له العملية الجراحية لا يأخذ حقه أيضا في العلاج سرعان ما يتم نقله إلى ما يسمى بعيادة مشفى الرملة لا يفتح المجال أمامه المراجعة لاستمرار استكمال علاجه ينقل إلى الأقسام العامة في السجون ويصبح عبئ هذا الأسير الجريح ليس على نفسه وإنما على زملائه الذين يعيشون معاناته في نفس الغرفة أو في نفس القسم نعم أشكرك أستاذ عبد العال على ما قدمته من تحليل وتوضيح في هذه الحلقة في مؤتمر صحفي عقدة في مركز وطن للإعلامة أعلنت اللجنة الوطنية المستقلة للتحقيق في انتهاكات حقوق الإنسان في فلسطين أنها تواصلت مع معظم المؤسسات الحقوقية لتوثيق ومتابعة الانتهاكات في الضفة والقطاع في الوقت الذي توشك فيه غزة على الانتهاء من عملية إزالة الركام الذي سببه العدوان الإسرائيلي الأخير في صيف عام 2014 فإن آثار الحرب ونتائجها المدمرة ما زالت ماثلة لكن وإن جرى توثيق الانتهاكات الإسرائيلية وتشكيل لجان تقص بشأنها فإن متابعة الانتهاكات التي مارستها جهات فلسطينية ما زالت معلقة الأمر الذي دفع لتشكيل اللجنة الوطنية المستقلة للتحقيق التي ستصب جهدها في استقبال الشكاوى من المتضررين من الضفة وغزة والعمل على فحصها بعد صدور مرسوم الرئيس لم تؤفر الدولة فورا المقر اللازم والمستلزمات الخاصة باللجنة إلى أن صدر قرار من مجلس الوزراء في وقت لاحق أقر تشكيل هذه اللجنة ومنحها الصلاحيات وعد لها الموازنة ووفر لها المقر هذا كان سبب من أسباب التأخير اللجنة أعلنت عن بدء عملها اليوم خلال مؤتمر عقد بمركز وطن للإعلام وقالت إنها تواصلت مع معظم المؤسسات الحقوقية والمختصة في هذا الشأن وستبدأ في الاستماع لشهادات المتضررين والمشتكين وجمع الأدلة والمعلومات حول كافة أشكال الانتهاك من كافة الجهات أتقننا الفنية والطاقم الإداري الموجود باستقبال هذه الشكاوة ويتحقيق فيها وقد نستمع إلى هؤلاء الضحايا في بعض الحالات ومن ثم سنجتمع في جلسة استماع مع المسؤولين الفلسطينيين سواء في السجون في الأجهزة الأمنية وتشكلت اللجنة بمرسوم رئاسي أواخر 2015 وتتكون من سبعة أعضاء ومهمتها متابعة توصيات لجنة تقص الحقائق الدولية بشأن الحرب على غزة نحن الآن سنقوم برصد واقع الحال على صعيد الحقوق والحوريات خلال فترة الأدوان وما استمر نتيجة لهذا الأدوان من انتهاكات ثم نقوم بعدات تقرير بما خلصنا إليه يسلم هذا التقرير لجهات الرسمية الفلسطينية وأيضا نرفع إلى مجلس حقوق الإنسان لنصبح وثيقة مكملة للجنة التحقيق الدولية وكانت تقرير مجلس حقوق الإنسان الذي تشكل عقب الحرب على غزة طالب الجهات الفلسطينية في الضفة والقطاع الالتزام بمعايير حقوق الإنسان الدولية وضمان محاسبة المعتدين وتقديمهم للعدالة أيسر البرغوثي تلفزيون وطن نذكر بالعنوانين الأخيرين فرق فنية محلية وعالمية يتواصل تقديم عروضها في مهرجان رمالة للرقص المعاصر شاباني من قطاع غزة ينتجاني الألوان بمزج المكونات الأساسية للصبغات ضمن فعليات مهرجان رمالة للرقص المعاصر قدمت فرقة شطحة التونسية الفرنسية أرضها الراقص ليلة الافتتاح وقال خالد عليان مدير المهرجان أن الهدف من استضافة الفرق العالمية وتبادل الخبرات وإطلاع الفلسطينيين على الثقافات العالمية ستة راقصين تونسيين فرنسيين حملوا ربيعة ناس العربية برقصاتهم إلى رامالة المدينة التي لم يبارحها خريف الاحتلال بعد حركاتهم حاكت الحرية والكرامة على وقع عردنيا له من ربيع مشكلة صرخة سائر في وجه التغيان اليوم نحاول أن نحسن ونحسن مجتمعاتنا ونبث في أولادنا ثقافة الحياة ونبعد على ثقافة الموت ونحاول أن نرسخ أسس صحيحة ونحاول أن نواصل بها يعني كل واحد فينا مسؤول على جيله ومسؤول على وطنه ومسؤول على مجتمعه موسيقى حادة تتأرجح بين الحياة والموت في فضاء قصر رامالة الثقافية مع أجسادا تتسلل إلى أجسادا أخرى جامدة ترويح حكايا لضحايا قتلوا خلال الثورات التونسية وآخرين ناضلوا للبقاء على قيد الحياة قدمته الفرقة خلال افتتاح مهرجان رامالة للرقص المعاصرة العرض اليوم كان كتير حلو بعبر عن فكرة فكرة كتير واقعية وعميقة بعبر عن فكرة الحرية بالنسبة للتونسية العرض وصل رسالة والهدف من الرسالة عدم اليأس ومواصلات النضال من أجل الحرية هكذا أنا فهمت الموضوع ويشكل المهرجان في دورته الحادية عشر لعام 2016 نافذة حرية وعشق مع ثقافات العالم حيث أطلقته سرية رامالة الأولى بدعم من الاتحاد الأوروبي كجزء من مشروع المهرجانات الفلسطينية نحو التعاون والاندماج المجتمعي هذا تعاون مهم بين الفنانين الفلسطينيين والأوروبيين نحن فخورون أن نكون جزءا من هذه التجربة وفخورون بالمساعدة والتنظيم كاتحاد أوروبي لإنجاح هذا المشروع رسالة المهرجان تفعيل الحوار والتبادل الثقافي تعريف الجمهور الفلسطيني على الرقص المعاصر خلق حالة ثقافية تفعيل الحركة السياحية تعريف الجمهور والضيوف الأجانب على وقعنا الفلسطيني تحت عنوان رقصتنا قصتنا سيسافر مهرجان الرقص المعاصر على مدار 16 يوما حاملا في سناياه 41 عرضا لـ 23 فرقة فلسطينية وعربية وأجنبية قد تبدو تجربة الرقص مألوفة للكثيرين لكن هذه التجربة المعاصرة لا تعكس هم الأجان العربية في مواجهة ربيع عند بلا مبكرا فحسب بل تعكس أيضا جانبا مضيئا ينتصر فيه الأمل والحياة على الموت والتدمير من مدينة راملة دعاء السيوري تلفزيون وطن إلى التقرير الأخير الشبان أحمد الشحار وعادل الطويل من قطاع غزة نجحا في إنتاج الألوان من خلال مزج المكونات الأساسية للصبغات لصنع الألوان ومنافسة المستورد وقد نفذ هذا المشروع بتمويل برنامج مبادرون التابع للجامعة الإسلامية موسيقى 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 هي الظروف دائما اللي بتخلي إنسان يحاول أنه يبتكر أو مش يبتكر يدخل تحديات أول شغل أنه كانت عندنا الخامات يعني في تكلفة عالي جدا إحنا كطلاب أو هاويين صعب أن نوفر خامات بسعر مكلف فبديت أني أنا حاول أعمل أول محاولات أن أعمل ألوان إحنا بننتج أكثر من خامة عنا في قسم الألوان المائية بننتج ألوان الأكرليك والجل الأكرليك والقواش والمائي طباشيري أما في قسم الألوان الزيتية فبننتج لهو قسم الألوان الزيتية وهو أنه ألوان الرسم على الزجاج في عنا قسم ثاني وهو الأحبار الآن الحمد لله توصلنا لصناعة الحبر العربي الخامة بشكل عام بتدخل في عدة مراحل أول مرحلة مرحلة التسخين بعدما أنه نرصب الخامة بنبدأ نسخم فيها بتصل لمرحلة التجمد تقريبا بتصل لمرحلة إنها تكون جل أو متماسكة في بعض بعد هيك بتدخل في مرحلة التبريد وفاجئ وفي خامات بتدخل في مرحلة التبريد الطبيعي تترك في الهواء بعد ذلك بدخل عندك في مرحلة اللي هو إضافة الغراء الغراء الشفاف إضافة المحسنات إضافة المواد التي تقوم البكتيريا بعد ذلك بتدخل في مرحلة الصبغ والتعليب والتغليف للمستهلك بس إحنا عبوتنا يعني الآن الخامة اللي فيها نسبة الالتصاق فيها عالي جدا مقاومتها الرطوبة عالية حتى كثافة اللون على اللوحة مميز من التحديات اللي كانت توجهنا اللي هو صعوبة الناس إنها تتصور المنتج الفلسطيني أو المنتج الغزاوي أفضل من المنتج المستورد فهذه بفضل الله بدنا إننا نتغلب عليها ونقنع الناس بعد ما أنه استخدم الخامة وكان فيه أداء مميز مخاطر الإنتاج الآن إحنا بنتعامل مع عالات يعني صعبة شوي أو ماكنات طحن فهذه أي خلال ممكن يتعرض الإنسان لإصابة البتر لسماح الله أنا بأطمح أن يكون يعني منتجي يمثل فلسطين في المحافل الدولية وعلى يعني بشكل عام على مستوى الوطن العربي ومستوى العالم هذا اللي جمع في فريق ألوان ما بين الأمرين الفكرة جديدة ويقدم شيء مختلف ومنتج منافس إلى حد ما كتير في السوق ووصل لوجودة كتير عالية إضافة إلى أن الفريق لديه الخبرة كافية أنه فعليا يطعب المنتج ويقدر يسوقه في السوق ويمشي فيه والتالي فرص النجاح أمام هذا المشروع صراحة كتير عالية وهذا المشاريع اللي بنعوّل عليه دائما في مدرون ثلاثة أنه يتصل لمراحل كتير مميزة لأنه حتى المنتج صافي عليه بشكل أو آخر طلب بالنسواق الخارجية والتفكير جدي أنه فعليا يستطيع تصديق هذا المنتج وشكل أو آخر للخارج وقبل النهاية نستعرض العناوين إعلان برنامج يوم الأسير الفلسطيني بالتزامن مع إطلاق الحملة الوطنية لدعم ترشيح البرغوثي للحصول على جائزة نوبل في تقرير لهيومان رايتس ووتش انتهاكات مستمرة لحقوق المعتقلين الفلسطينيين الأطفال تشكيل لجنة وطنية متخصصة بتلقي شكاوى متضرري انتهاكات حقوق الإنسان في فلسطين فرق فنية محلية وعالمية تواصل تقديم عروضها في مهرجان رامالله للرقص المعاصر شاباني من قطاع غزة ينتجاني الألوان بمسج المكونات الأساسية للصبغات دمتم بخير إلى اللقاء ترجمة نانسي قنقر